بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول المسار العام محدثكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن إدارة الوزن فلنبدأ درسنا لهذا اليوم تحديد الاحتياج الغذائي اليومي من الطرق المساعدة على إدارة الوزن وسوف تتعرف عزيزي الطالب والطالبة بنهاية درسنا لهذا اليوم أولاً تحسب مقدار الاحتياج الغذائي اليومي من السعرات الحرارية وتصمم نظاماً غذائياً محدد السعرات ثالثاً تستخدم البطاقة الغذائية في اختيار المنتجات الغذائية رابعاً تتعرف على توصيات إدارة الوزن وإنجاح الحمية الغذائية خامساً تميز بين اضطرابات الأكل المختلفة وأعراضها وطرق علاجها نبدأ بتوازن الطاقة وإدارة الوزن إن قلة النشاط البدني وزيادة الطاقة المتناولة من الغذاء بشكل يومي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ويعتمد معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم على عدة معطيات كالطول والوزن والنوع ومستوى النشاط البدني للوصول إلى وزن مثالي وصحي ويمكن إدارة الوزن عن طريق فرضيتين توازن الطاقة هو عندما تكون هناك قلة في الطاقة المصروفة من الجهد البدني أو بشكل مختصر من خلال التمرينات يكون هناك زيادة في الوزن فيجب أن يكون هناك إدارة في عملية الوزن من ناحية الغذاء والطاقة المصروفة شاهد معي هذا الجدول عزيزي الطالب عندما تكون السعرات الحرارية المستهلكة من الغذاء أكبر من الطاقة المصروفة من الجسم يكون هنا لدينا وزن زائد إذن عندما تكون كمية الطاقة المصروفة من الغذاء أعلى من الطاقة المصروفة من الجسم ويقصد بالطاقة المصروفة من الجسم من خلال التمرينات أو النشاط البدني إذا كانت أعلى الطاقة المصروفة من الغذاء يكون هنا زيادة في الوزن والعكس صحيح أيضا عندما تكون هناك الطاقة المصروفة من الجسم التمرينات أو النشاط البدني أعلى من الطاقة المصروفة من الغذاء بمعنى أن الغذاء يكون أقل هنا يكون لدينا نزول في الوزن ويخسر الفرد وزنا حسب أهدافه إذن هذه الفرضيتين نتكلم عن طاقة مصروفة من الأكل أعلى وطاقة مصروفة من الجسم أقل يحدث زيادة في الوزن طاقة مصروفة من الجسم أعلى والطاقة المصروفة من الأكل أقل يحدث نزول في الوزن مقدار الاحتياج الغذائي اليومي من السعرات الحرارية يحتاج الشخص البالغ تقريبا إلى ألفين سعر حرارية يوميا ويحتاج الأطفال إلى ما يقارب ألف وثمانمائة سعر حرارية يوميا مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى مثل مستوى النشاط البدني وكتلة الجسم والعمر والنور فعلى سبيل المثال تختلف كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص باختلاف معدل ممارسة النشاط البدني وكلما زاد النشاط البدني زادت الحاجة لسعرات حرارية أكثر فالجري يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي إذا كنت تخطط لفقدان الوزن لا بد من تقليل السعرات الحرارية مع زيادة معدل النشاط البدني القيمة الغذائية اليومية القيمة الغذائية اليومية تحدد قيم احتياجات الفرد اليومية من العناصر الغذائية ويعبر عنها بالنسبة المئوية وتستخدم كدليل للمنتجات الغذائية تحسب بناء على مئة بالمئة من الاحتياجات لكل عنصر غذائي بافتراض أن البالغ يحتاج إلى ألفين سعر حرارية في اليوم نأتي بعد ذلك لحساب السعرات الحرارية هناك طرق ومعادلات رياضية مختلفة لحساب السعرات الحرارية بالإضافة إلى تطبيقات إلكترونية عديدة يمكن تحميلها على أجهزة الهاتف الجوار كما تقدم بعض الجهات الصحية المختصة على الموقع الإلكتروني في الإنترنت حاسبة للسعرات الحرارية مثل الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة حساب السعرات الحرارية هناك تطبيقات خاصة بحساب السعرات الحرارية لدى الفرد واحتياجك ويتكون ذلك من خلال ممارستك للنشاط البدني وتقسيمها على عدد الأيام للأنشطة التي تمارسها فتطبيق أو موقع الخاص بوزارة الصحة يوجد به حاسبة لحساب السعرات الحرارية لدى الفرد نأتي لأدوات تقييم الوجبات الغذائية من الضروري معرفة كيفية تقييم المجموعات الغذائية النشويات والحبوب والدهون والبروتين أيضاً والحليب ومشتقاته والخضروات والفواكه باستخدام مقاييس تقييم الوجبات الغذائية أدوات تقييم المجموعات الغذائية تشمل كوب قياس دوم قياس مرقم ميزان رقمي صغير وملاعق قياس ملعقة طعام وملعقة شاي كما تشاهدون في هذه الصورة الميزان الأكتروني والملاعق الخاصة بالوزن والأكواب التي توجد فيها مقاييس خاصة تواجدها جداً مهم لحساب السعرات الحرارية البطاقة الغذائية للمنتجات البطاقة الغذائية المطبوعة على المنتجات مخصصة لتقديم معلومات عن المنتجات الغذائية ومكوناتها وعدد السعرات الحرارية والقيم الغذائية على أساس القيم اليومية للشخص فالغرض من وجود هذه البطاقة الغذائية دليل جيد يساعد على التخطيط لنظام غذائي صحي والمقارنة بين المنتجات واختيار المنتجات الغنية بالعناصر المفيدة وحساب السعرات الحرارية إذن البطاقة الغذائية الموجودة على الأغذية هي جداً مهمة لحساب احتياجك اليومي ومعرفة ماذا تريد ولكي تقارن بين المنتجات الأخرى من خلال البيانات الموجودة على نفس البطاقة الغذائية مكونات البطاقة الغذائية تشتمل البطاقة الغذائية على سبعة عناصر رئيسية الأول اسم المنتج يعتبر المؤشر الأساس للتعريف بالمنتج الغذائي الثاني قائمة المكونات تشمل المكونات التي يحتوي عليها المنتج الغذائي مرتبة بالتسلسل حسب الوزن من الأعلى فالأقل الثالث قائمة الحقائق الغذائية تشمل القائمة محتوى المنتج من الطاقة والدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول ومجموع الكربوهايدرات ومنها السكر والملح والبروتين والألياف الغذائية رابع هذه المكونات الموجودة في البطاقة الغذائية المضافات الغذائية مثل الألوان والنكهات والمواد الحافظة التي يحتوي عليها المنتج الغذائي حيث تسهم من حيث الخواص في رفع القيمة الغذائية للمنتج والمحافظة على الغذاء في ظروف النقل والتخزين الخامس العبارات التحذيرية بعض المنتجات تحوي مكونات لا تناسب بعض المستهلكين كالحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة فوجود هذه العبارات يسهم في تلافي الاستخدام لمثل هذه المنتجات مثال ذلك زيادة الكمية المستهلكة إلى 40 جراما في اليوم قد يسبب الإسهال من المنتجات الغذائية المحتوي على السوربيتول السادس بيانات الحساسية قد تحتوي المنتجات الغذائية على مكونات تسبب الحساسية لبعض المستهلكين مثال ذلك السمك والفول السوداني والحليب أيضا والبيض والسمسم وفول الصايا والغلوتين وفي حال احتواء المنتج عليها تكتب كالتالي يحتوي على أو قد يحتوي على تلك المسببات التي ذكرناها لكم السابع تعليمات الاستخدام والتخزين والتحضير مثال ذلك تعليمات استخدام وتحضير حليب الرضع والأطفال تعليمات الحفظ في درجة حرارة معينة لبعض المنتجات الغذائية كما تشاهدون في هذا الشكل البطاقة الغذائية كما تشاهدون تكون موجودة هنا الحقائق التغذوية احرص على قراءة الحقائق التغذوية قبل اختيار المنتج قبل شراء أي منتج غذائي يجب عليك أن تقرأ الحقائق الموجودة في المنتج وما يحتوي عليه سواء من كربوهايدرات أو بروتين أو دهون وأحيانا يكون المنتج به دهون ضارة فيجب علينا أن نعرف ماذا يحتوي هذا المنتج توصيات إدارة الوزن عند الالتزام بخطة لينقاس الوزن ينصح بتغيير الممارسات الغذائية حيث التبني نمط حياة صحي يسهل الالتزام به بدلا من اتباع حمية قاسية للوصول لوزن معين في فترة زمنية محددة أيضا وهذه بعض التوصيات المهمة لإنجاح الحمية الغذائية الحرص على تناول الوجبات المعدة في المنزل نقطة مهمة موازنة الوجبات من حيث تنويع استهلاك المجموعات الغذائية ومن التوصيات أيضا الحرص على استهلاك كمية مناسبة من الماء ما يقارب ثمانية أكواب يوميا أيضا تنظيم النوم قدر الإمكان وتجنب السهر والإكثار من تناول الخضروات والفواكه عند الإحساس بالجوع فهي غنية بالألياف التي تزيد من الإحساس بالشبع ومن التوصيات أيضا خفض استهلاك الدهون المشبع مثل الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية والأطعمة الجاهزة والسريعة أيضا من التوصيات الابتعاد عن السكريات وخاصة المضافة إلى المشروبات كالعصائر ومشروبات الطاقة زيادة النشاط البدني اليومي بالتدرج اختيار طرق طهي لا تزيد من السعرات الحرارية كالشواء أو الطبخ بالبخار مفهوم اضطربات الأكل هي إحدى الاضطربات النفسية المرتبطة بسلوك الأكل عند البعض وتصيب الأشخاص في مرحلة المراهقة غالبا نتيجة لبعض الضغطات في هذه المرحلة مثل اهتمام المراهقين برأي الآخرين وتأثرهم أيضا بأقرانهم تأثير وسائل الإعلام هذه الاضطربات مرتبطة بسلوك عند البعض مثل ما ذكرنا لكم تكون في اهتمام المراهقين برأي الآخرين وتأثرهم بأقرانهم وأيضا التأثر بوسائل الإعلام أنواع اضطربات الأكل الجدول التالي يوضح أنواع اضطربات الأكل كما تشاهدون العناصر والوصف والأعراض الشائعة وطرق العلاج الوصف الأول فقدان الشهية العصبي هو اضطراب يجعل صاحبه مهووسا بشكل وصورة الجسم ويحاول جاهدا تجنب زيادة الوزن فيمتنع عن تناول الطعام عمدا أو يقوم بممارسة النشاط البدني بشكل زائد عن الحاجة أو الأكل ثم التقيئ الذاتي بهدف تقليل الوزن والوصول للرشاقة وبمعنى آخر فالمريض لا يفقد الشهية لكنه يحاول كبح الرغبة في الطعام بطرق غير مناسبة كما تشاهدون هذا الوصف هو فقد نتكلم عن فقدان الشهية كما ذكرنا هو الطراب يجعل صاحبه مهتم ومهووس بشكل كبير بشكل الجسم الأعراض الشائعة لهذا الوصف يصاحب هذا الطراب ظهور أعراض جسدية ونفسية أصفرار لون الجلد وشحوب الوجه الشعور بالبرد باستمرار مشاكل في الجهاز الهضمي انقطاع الطمث عند النساء تساقط الشعر وتقصف الأظافر مشاكل عاطفية كالشعور بالاكتئاب والعزلة إذا كان وزن مريض أقل من 30% من الوزن الطبيعي فيحتاج إلى الدخول إلى المستشفى يصاحب هذا الاضطراب نأتي للشره المرضي العصبي ووصف هذا الاضطراب أن الشخص المصاب بهذا الاضطراب يستهلك كمية كبيرة من الأطعمة في مدة زمنية قصيرة ثم يرغم نفسها بالتخلص من هذه السعرات الحرارية عن طريق التقيو أو استخدام الملينات خوفا من زيادة الوزن والأعراض الشائعة للشره المرضي العصبي كما تشاهدون في هذا الجدول يصاحب هذا الاضطراب ظهور أعراض جسدية ونفسية مثل الشعور بالتعب تنفخ الوجه التهاب الحلق المزمن وإذاء النفس وانتفاخ أو آلام بالبطن تغيرات في المزاج الشعور بالقلق والتوتر الشديد في حالة كانت أعراضه أو أعراض الشره المرضي شديدة ويصاحبها مضاعفات صحية خطيرة فسيحتاج المريض أيضا إلى الدخول إلى المستشفى طرق علاج هذه الاضطرابات العلاج السلوكي المعرفي والعلاج القائم على الأسرة العلاج السلوكي المعرفي لمساعدة في تغيير أنماط الأكل لدى المصاب وجعلها طبيعية وتحديد المعتقدات والسلوكيات غير الصحية والسلبية واستبدال أخرى صحية وإيجابية بها والعلاج القائم على الأسرة لمساعدة الوالدين على التدخل لوقف سلوكيات الأكل غير الصحية لدى المراهق ومساعدة المراهق على استعادة السيطرة على أكله إذن هذه أنواع للطرابات وصفها والأعراض الشائعة بها وطرق العلاج في نهاية درسنا لهذا اليوم عن إدارة الوزن ماذا تعلم تعزيز الطالب والطالبة أن كمية السعرات الحرارية تختلف التي نحتاجها من شخص لآخر حسب العمر والنوع والطول والوزن والحالة الصحية ومستوى النشاط البدني أن البطاقة الغذائية دليل جيد يساعد على التخطيط لنظام غذائي صحي والمقارنة بين المنتجات واختيار المنتجات الغنية بالعناصر المفيدة وحساب السعرات الحرارية واضطرابات الأكل هي إحدى الاضطرابات النفسية السلوكية المتعلقة بسلوكيات الأكل غير الطبيعية وتعلمت أيضا تصيب اضطرابات الأكل المراهقين من الفئة العمرية 13 سنة إلى 18 سنة أكثر من غيرهم وتزيد وسائل الإعلام من فرص الإصابة بالاضطرابات الأكل عبر ترويج صورة ذهمية خاطئة عن الجسم والتركيز على نمط معين بوصفه معيارا للجمال نشاط منزلي أولا ما العوامل المؤثرة في تحديد مقدار احتياج الشخص من السعرات الحرارية ثانيا عدد مكونات البطاقة الغذائية ثالثا اقترح ثلاث طرق لإنجاح الحمية الغذائية رابعا عدد ثلاث من العوامل المسببة للطرابات الأكل أجب عليها وعرضها على معلمك في المدرسة ختاما عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا